اشتركوا في القناة ومعلول وهاني لديانج وفتحي والشحات وحتى البودلاء تاووا كهرباء فوز النهاردة حلو وممتع ومشرف بس ده بداية المشوار اللي هيبدأ بجد يوم السبت قدام سياتر الأمريكي مستنين نفس الأداء والجدية من غير تفكير في الريال وإن شاء الله السعود في المتناول قولوا يا رب يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الأهل يا جماعة الأهل يا جماعة مبهر وجميل ورائع وعظيم الأهل يا جماعة دايما مشرف للكرة المصرية والعربية والأفريقية النهاردة الأداء شكله حلو النهاردة الظهور شكله حلو النهاردة كل اللاعبين رائعين النهاردة الجهاز الفني للنادي الأهل بقياب مارس الكولور ما فيش أحلى من كده الأهل حلو يا جماعة الأهل في كأس العالم للأندية دائما وأبدا صورة مشرفة للكرة المصرية النادي الأهل يا جماعة نموذج لمؤسسة مصرية نفخر بيها في بلدنا النهاردة الحالة حلوة النهاردة الشكل حلو النهاردة رأسنا مرفوعة هتقول لي يا عم كريم ما تبالغش بقى اوكلان سيتي فريق سهل وأي حد ممكن يكسابه معاك والله معاك وقلنا الكلام ده مبارح على الورق وفي الملعب دي مباراة سهلة للنادي الأهل بس الأهل النهاردة ما كانش بيلعب مباراة سهلة النادي الأهل النهاردة نازل بجدية كبيرة النادي الأهل النهاردة تكتكيا وفنيا من مارس كولور عمل مباراة محترمة النادي الأهلي النهاردة كل اللاعبين كانوا رجالة وكل اللاعبين قدوا بشكل رائع حتى أحمد عبدالقادر ومحمد شريف اللي ما عملوه الشوت أول كويس الشوت التاني كانوا رائعين لحد ما خرجوا من المباراة أحمد عبدالقادر تحسن أداءه كثيرا ومحمد شريف سجل هدف ونقف شوية أهم الصفقة جبها النادي الأهلي السنادي كانت المدير الفن السويسري مارسل كولر ودي إشادة كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي دور وبص وشاف واختار مدرم محترم واختار مدرم محترم حتى هذه اللحظة لم يخسر أي مباراة مع النادي الأهلي طيب هتقول لي يا كريم ما أنتو بتقولوا المدربين كويسين لما بيكسبوا لما بيخسروا ما ممكن الأهل يخسر مباراة السيادة اللي جاية وتقول لي أصل المدرب كان وحش هقول لك لأ من هنا بسبت الكلام من هنا بحسبوا علي بحسبوا علي ليه بحسبوا علي بالدلائل بالدلائل ليه مارسل كولر مدرم محترم وكبير نمشي واحدة واحدة على مستوى الأفراد هو ده محمد هاني طور محمد هاني هو ده حسين الشحات طور حسين الشحات هو قبليهم كان ده كريم فؤاد طور كريم فؤاد قبليهم كان ده طاهر محمد طاهر طور طاهر محمد طاهر محمد شريف اللي كنا قربنا ننسى أنه مهاجم رجع محمد شريف تاني وقت ما كان النادي الأهلي بيلعب على جبهة واحدة هي الجبهة اليسرى الآن بيلعب على جبهتين جبهة يسرى قوية جبهة يمنى قوية الجبهة اليمنى دي فيها مين يا جماعة؟ فيها محمد هاني وحسين الشحات النادي الأهلي كان بيلعب بمين في الجبهة اليمنى؟ كان بيلعب بأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر اتصاب طاهر محمد طاهر بقى أكرم توفيق وكريم فؤاد اتصاب أكرم توفيق اتصاب كريم فؤاد بقى محمد هاني وحسين الشحات جبهة كل شوية بتتغير وبنفس القوة ده شغل إيه؟ شغل مدير فني ماشي دي زاوية على مستوى طبعا تطوير اللاعبين وأداءهم زاوية تانية النادي الأهلي النهاردة اللي بيسجله الثلاثة أهداف السلاسي الهجومي محمد شريف وحسين الشحات وبعدهم بيرستاو النادي الأهلي كان يعاني الفترات الماضية إنه عنده مشكلة في خط الهجوم عنده مشكلة في الجنحات وعنده مشكلة في المهاجم الصريح بس عشان فيه مدرب عشان فيه منظومة صحيحة أصبح النادي الأهلي النهاردة عنده سلاسي هجومي فيه أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وحسين الشحات بيقدموا أداء رائع خرج التلاتة نزل طاهر محمد طاهر وبرسي تاو وكهربا التلاتة عملوا أداء رائع ده شغل مين؟ شغل مدير فني بيتحس إن تشكلة النادي الأهلي فيها لعيبة أسيين مميزين وفيها لعيبة احتياطين مميزين وفيها لعبين خارج القائمة مميزين ودي النقطة التالتة اللي هتكلم فيها على مرسل كولر مدرب آخر كان هيجي يقول والله أنا مش هحط نفسي في حرج ومش هحط إدارة النادي الأهلي في حرج وهاخد اللعيبة اللي جابهم النادي الأهلي في الصيف وحطهم في تشكيلة النادي الأهلي وافضل ألعبهم يعني هحط برونو سابيو وأحط شادي حسين ومش همشي مصطفى ساعد ميسي وأقول إن إحنا نجحنا في صفقات الصيف لأ جاب لعيبة ما لقهاش بتتطور معلش أنت لعيبة كويسة بس أقوضوا شوية عشان اللي معاي أحسن شادي لعيب محترم برونو لعيب كان ممكن ييجي منه بس ما قدمش أمارات فريح حتى لو أنت محترف جاب مصطفى ساعد ميسي حس إنه لسه محتاج شوية وقت لما ياخد خبرات أكتر فخرج أعرى عادي جدا عادي جدا مدرب طيب سنائية محمد عبد المنعم ومحمود متولي في خط دفاع النادي الأهلي السنائية اللي كان دايما فيه مشكلة في خط دفاع النادي الأهلي على مدار الموسمين اللي فاتوا وتغير كذا لعب ياسر شوية وأيمن شوية وربيعة وعبد المنعم بيخشوا كنا كلنا نتحدث عن مشكلة في خط دفاع النادي الأهلي شفت الأداء الرائع اللي بيعمله محمود متولي ومحمد عبد المنعم شفت الأداء الرائع ده أنا نسيت أهم حاجة في تطوير اللاعبين أهم حاجة عملها مارسي الكولر حمدي فاتحي اللي كان بيلعب ثالث في وسط دفاع النادي الأهلي أحيانا أصبح وكأنه مهاجم تاني في المباريات الأخيرة للنادي الأهلي من أقصى الدفاع لأقصى الهجوم ده شغل مين مدير فني فدي كلها أمارات واضحة ودوح الشمس تخليك تقول أن مارسي الكولر مدرب كبير هتقول لي يا كريم ما أنت المباراة اللي جاية لو الأهلي تعصروا ألا حاجة هتقول أن الكولر كان غلطان يغلط وهيغلط يغلط في مباراة يغلط في اتنين يغلط في تلاتة أي مدرب في العالم بيغلط بيب جورديولا بيغلط أعظم مدرب في العالم بيغلط هو ده التقييم اللي بيبقى بمعايير ومنطق مش إنه بيكسب فيبقى كويس يخسر يبقى وحش ده في شكل للنادي الأهلي في مدرب بيشتغل على الأفراد وبيشتغل على الجماعة هو عمل الاتنين عمل الاتنين بشكل رائع جدا مارسي الكولر عشان كده هو اللي يستحق الإشادة الأولى عجبني جدا الكمباك اللي عامله حسين الشحات في مستوى عجبني جدا عجبني جدا عجبني جدا قام باك اللي عامله محمد هاني في مستوى دي لعيبة كان جماعة النادي الأهلي مع نهاية الموسم الماضي بتقول يمشوا كفاية وبصراحة ما كانوش بيعملوا حاجة في الفترات الماضية كان أداء سايق جدا تحول هو ده الشحات الحقيقة هو ده عسين الشحات الحقيقة هو ده محمد هاني بداياته مع النادي الأهلي هو ده حمد فتحي وأداءه الرائع أليو ديانج وأداءه الرائع النهاردة ناس سألت هو أنت ليه تلعب قدام أوكلاند بسلاسي في وسط الملعب يا جماعة لما يقى معاك مدرب فاهم قعد بقى وفكر هو بيفكر ازايش النهاردة بيلعب بتلاتة على الورق تلاتة دفاعيين أكتر في وسط الملعب ما عندهمش صفات هجومية بس في الملعب لا حمد فتح بيهاجم السلية بيهاجم حتى أليو ديانج النهاردة كان بيهاجم ضيف على ده حاجة مهمة ليه أفش بره النهاردة بره التشكيل الأسية عشان هو بيستخدم حسين الشحات كلاعب كريتور أو كلاعب يعني بيغير اللعب أو بيحاول اللعب من الدفاع الهجوم بشكل كويس اللعب بشكل كويس بيدي تمليلات حاسمة بيدي بيخش كتير في العمق ويسيب لمحمد هاني الناحية اليمين عنده أحمد عبدالعادت بيعمل نفس الشغل بتاع حسين الشحات فأنا مش محتاج أفشة مش محتاجه في المباراة دي مش مش محتاجه على طول مش محتاجه في المباراة دي فعشان كده صحيح في سلاسة في وسط الملعب بس الأداء مش دفاعي احنا كنا وغدين على كده فيه مدربين ييجي يقولك ايه أنا هأمن النهاردة فألعب بتلاتة ونص الملعب فلا بيدافعه ولا بيهجمه فلا بيدافعه ولا بيهجمه بيبقى فيه مشكلة لكن فكرة التوظيف فكرة الأدوار في الملعب مش الأفراد أدوارك ايه أدوار حمد فاتحي أدوار هجومية حتى السلية أدوار هجومية حتى ديانجي كان له بعض الأدوار الهجومية النهاردة والتلاتة لهم أدوار دفاعية كبيرة الأهلي النهاردة شكله حلو الأهلي النهاردة تكتكيا وفنيا وفرديا كان شكله حلو بغض النظر عن المنافس ما أكرنا ممكن نيجي النهاردة نقول الأهلي قدم مباراة سيئة جدا حتى هو كسبان قدام منافس ضعيف كان المفوض يلعب أحسن من كده بس النهاردة النادي الأهلي عمل عمل الوجب بتاعه بالشكل المثالي الصحيح طيب عنده مواجهة أمام سيئة الأمريكية مواجهة أكيد أصعب من مواجهة أوكلاند يوم السابت الساعة سبعة مساءل إن شاء الله بتويت الكهيرة مفيش قلق على الأهلي على الأقل على الأقل الأهلي هيبقى وفع رجله كويس هيلعب كورة كويسة يكسب يخسر دي مباراة كورة نتمنى طبعا بإذن الله بإذن الله الأهلي كمل مشواره ومتفائلين جدا أن الأهلي كمل المشوار بس الموضوع أبدا بيبقاش تقييم على نتائج وبس طبعا النتائج لها جزء كبير بس مش وبس هل المدرب اشتغل ولا هيلعبين دول بيكتهدوا ولا ده لازم دايما تحطوا في الحسبان بالمناسبة يعني شيء بالشيء يسكن مالوش علاقة بالأهلي قوي بس هقوله بالمرة من سنة أو أقل من سنة كنت بقول أن جزءالدو فرهيرة مدرب كبير ومكسب للكرة المصرية مديل فني ليه نادي الزمالك اللي هيعود إن شاء الله يوم السلساء لقاد الفريق مرة أخرى لما تعصر الزمالك في بعض المباريات لقيت ناس كتيرا بعتالي مش ده المدرب الكبير اللي كنت بتقول عليه مدرب كبير مش ده المدرب اللي مفروض يدي كرسات وورش لمدربين شباب في الدولة المصرية هو ده اللي آه هو آه مر بمرحلة تعصر بس ما ينفعش التقييم يبقى مباراتين 3-4 لا سلبا ولا إجابا راجل كان ناجح ناجح باهر الموسم الماضي وكان ناجح ناجح باهر في 2014-2015 فما ينفعش فجأة بقى مدرب سيء وما ينفعش الكلام يتغير انت ما بتقيمش أو اللي بيقيم صح ما يقيمش على النتائج أبدا يقيم على مجمل أعمال يورجان كلوب بيعيش فترة في منتهى السوق مع ليفربول هل ده معناه أن يورجان كلوب اللي قاله عليه مدرب عظيم وحسن مدرب في العالم دول الناس ما كنوش بيفهموا لا طبعا بس مرحلة سيئة ده الشيء بالشيء يسكر يعني فالتقيم يا جماعة بتاع المدربين في ملامح في أمارات بتقول خلينا نقول ان المدرب ده كويس ولا مش كويس مارس الكولر طبعا مدرب كبير طبعا مدرب كبير وفترة قليلة أثبت إثبات واضح أنه مدرب رائع ومميز طيب نروح للمغرب مع زماننا العزيز محمود داماهر يقول لنا الكواليس ما بعد هذه المواجهة الكبيرة للنادي الأهل والفوز بسلسية على أوكلان سيتي محمود مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا أهلا بيك يا كريم وأهلا بكل أستاذة المشاهدين قل لي شفت المباراة إزاي رأيك إيه الأجواء كيت عاملت إزاي النهار ده خلال المباراة المباراة كانت طبعا أجواءها مميزة جدا جدا بسبب الجماهير المغربية العظيمة اللي كانت موجودة جماهير اتحاد طانجة وفيه جماهير كانت جاية من كذا فلانجة ومن الضباط يستخدموا العطر التريع لأن في عطر التريع بين البلاد بين البلاد دي وبين المدينتين وبين طانجة طب يوفر المجهود والوقت على الجماهير العدد كان كبير أنا شايف أنهما كانوا ستين أقل أو أكثر من ستين ألف لما أن الملعب هم توسعته لأنه أكبر ملعب موجود مغرب حاليا بخمسة وستين ألف طبعا مش زي ملعب برافش اللي احنا كنا حاضرين فيه سنة ألفين وثلاتاشر ولا حتى زي ملعب أجادية لو تتكر لما تقللنا علىك بس عارفها محمود ذكريات مش حلوة كويس يبقى ملعب مختلف عشان نغير لعطها وزي ما بيقولوا يعني الأهلي في المغرب وثلاتاشر كانت النتائج الأسف سلبية جدا يعني أتكلمت مع حد من من الإعلاميين قال لي احتمالي يكون الجمهور الرجاء وقتها والضوضاء الكتيرة جدا وقتها في مدينة مراكش وفي الجديد أسهرت على الأهلي فخليته ما أعرفش يأدي لكن المراضي الأهلي يأدي يتدرس بديلة هادية جدا بعيدة أخالص عن الجماهير عن الزحمة الموجودة في طنجة وبيروح دايما الملعب اللي هو تدريد هادية الرمض الملعب غادي بعيدة عن الأبواء بعيدة عن الصحقيين بعيدة عن الدوشة العيدة النهاردة حتى ظهر عليه منهم ريئين بسطة في الشروط التاني بالنسبة لجمهير الأهلي كان في جماهير كتير النهاردة حوالي 500 أو 700 كده وكانوا عملي أجواء جميلة وكانوا بيمشوا الجماهير المغربية على الأغاني والحاجات اللي هم يقولوها الجماهير المغربية كان بتتفاعل مع جماهير بالألترس الموجودة كان فيه ثلاث رسائل أو أربع رسائل عن شهداء بورسعيد وكان فيه كذا كذا بانر بهذا الخصوص ركز يعني ركز الجمهور الأهلاوي على القصة دي وحتى كتب أو علق بانر واحد طول الماتش كان ثابت اللي هو وبدأ يغير ويعمل ثلاثة أو أربع بانرات مختلفة على تطور الماتش بعد كل هدف محمود 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 سامعني أنت كنت موجود في الميكسززوم بعد المباراة كان إيه اللقاءات الصحفية اللي أنت أجرتها بعد المباراة أنا رفت الميكسززوم متأخر شوية ملاحق بأن جمهور الأهلي فضل مستني في المدربات لأكتر من نوبع ساعة كنت بتابع هذه الجمهور الأهلي لكن لحقه طبعا بعد التطريحات من مارسل كولر من علي معلور يتكلم محمود الشرناوي يتكلم مع القناة النخلة للبطولة أيضا محمود شريف يتكلم كل كان سعيد في الجمهور المغربية وبالدعم الكبير جدا في الجمهور تشريع المستمر على مدارة 20 دي جميل نادي الآلي جميل نادي الآلي كانوا معجبين بمين النهاردة في أرض الملعب كانوا معجبين جدا بالكهرباء بعد ما نازل وكان في تشجيه كبير جدا وكان في بداية المباراة كان في تشجيه كبير جدا لمحمود الشرناوي أكتر واحد هو محمود شريف دول أكتر حاجات لفت النظرين والحمد لله من الأهلي يكمل عشان نشوف بقى مرش كبان أقوى من المرش ده يونس 6 إن شاء الله زميل عزيز محمود ماهر الناقد الرياضي من المغرب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة طيب ألف مليون سلام وتحية للجماهير المغربية العظيمة عادة عادة أنا كنت مأجلها شوية بس عشان محمود جاب سيرة الجماهير المغربية ومسندتهم النهاردة ليه النادي الأهلي إيه الجمال والحلاوة والعظمة دي إحنا عاديين بنتفرج على المباراة على الشاشة وسماعين صوتهم وسماعين تشجيعهم وسماعين حمسهم من القلب للقلب من القلب للقلب المغرب والمنتخب المغربي حطناه فوق الراس في كأس العالم وهو شرفنا ورفع رأسنا للسماء في كأس العالم اليوم اليوم الجماهير المغربية تساند الأهلي المصري بنفس الروح ونفس الحماس ودي عادة الجماهير المغربية كان لسه محمود يتحدث على اللقاء كان بيني وبينه في كأس العالم للأندية 2013 وشفنا بعنين الجماهير المغربية وهي تساند النادي الأهلي تساند النادي الأهلي مرة وتساند فريقها في 2013 الرجاء مرة اليوم تساند النادي الأهلي مرة وتساند الوداد فريقها مرة أخرى في هذه البطولة جماهير عظيمة جماهير زواقة جماهير بتحبنا واحنا بنحبهم جداً النهاردة الاستاذ مليان مليان طبعاً بالجماهير المغربية وبعض من الجماهير المصري وجماهير النادي الأهلي بس الاستاذ مليان بالجماهير المغربية السوت اللي كان طالع النهاردة وحضراتكم سمعينه بهتاف للنادي الأهلي ده كان الجماهير المغربية تحية من القلب من القلب دائما وابدا دائما وابدا عمرهم ما خزلون في اي بطولة او اي حدث عمرهم ما خزلون الجماهير المغربية الف شكر من القلب والله حسين الشحات النهاردة كان عنده ارقام عظيمة جدا وحسين الشحات تحديدا ملفت للنظر ملفت لعب غيره كان ممكن يتراجع مستوىه كان ممكن يحبط انتقادات كثيرة من جماهير النادي الاهلي وكانت انتقادات مستحقة بصراحة بس هو قدر يعود في مستوى او لمستوى الطبيعي نهاردة حسين الشحات بيسجل الهدف التالت ليه في كأس العالم للاندية في تلت مشاركات مختلف سجل مع العين الاماراتي في الترجي التونسي سجل مع الاهلي في الدحيل القطري سجل اليوم في اوكلان سيتي رقم عظيم جدا لحسين الشحات تعالوا نشوف ارقام حسين الشحات النهاردة من هذه المواجهة يلا لعب 75 دقيقة سجل هدف عند اربع تسديدات في هذه المباراة صنع فرستين تمريراته الصحيحة خمسة وعشرين من ثمانية وثلاثين تمريرة هايل طيب محمد شريف كمان النهاردة قدم مباراة جيدة تحديدا في الشوت التاني لعب 80 دقيقة سجل هدف سدت اربع كرات اهضر فرستين تمريراته الصحيحة ستة من ثمانية برافو برضو محمد شريف بصراحة رجع ايضا لمستوى او لجزء كبير من مستوى لكن ارقام المباراة بشكل عام مباراة الاهلي واوكلاند هي كالتالي رابع لاعب يتمكن من التسجيل في سلاس نسخ مختلفة من مدار تاريخها بعد مين بقى تشوفوا الاسماء اللي بتشارك نفس الرقم مع سني الشاحات ليونيل ميسي كريستيان نالدو جاريس بيل الشاحات سجل مرة مع العين الاماراتي ومرتين مع النادي الاهلي محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي حقق امام اوكلاند سيتي الكلينشيت الثالث له في كأس العالم للاندية من اصل اربع مباراة شارك فيهم بالبطولة حيث اهتزت شباكه بهدفين فقط خلال اربع مباراة وكان الهدفين بأقدام البولندي روبرت ليباندوفيسكي مهاجم باير ميونيخ السابق وبرشنال حالي يعني اللي سجل في شناوي في اربع مباراة كان ليباندوفيسكي فتمام مقبولة يعني جدا النادي الاهلي اصبح ثاني اكثر نادي يحقق انتصارات في مباراة مباراة وببطوية كأس العالم الاندية بسبع انتصارات خلف نادي ريال مدريد متصدر هذه القائمة بعشر انتصارات مش حداش عشر انتصارات خلال مشاركته بالبطولة تمكي النادي الاهلي من تسجيل 20 هدف للاهلي تمكي النادي الاندية 20 هدف مبتعدا عن برشلونة ثالث اكبر او اكثر فريق مسجال الاهداف في البطولة بفارق ثلاث اهداف فقط كما يأتي مونتيني المكسيكي في المركز الثاني ب25 هدف وريال مدريد في المركز الاول ب31 هدف دي ارقام ما بعد المباراة محمد شنوي بعد المباراة قال الاهلي كان في كامل تركيزه وده اللي ساعدنا على الظهور بالحالة دي وقال ان احنا من الغد هنركز على المواجهة القادمة امام سياتي الامريكي وهنجهز لي بكل قوة وهدفنا تحقيق الفوز وقال بشكر جمهي النادي الاهلي اللي احنا نهاردة كان تشجيعهم لينا لي دور كبير في ظهورنا بهذا الاداء المميز اشكر جمهي النادي الاهلي وشكر ايضا الجماهير المغربية اما علي معلول القائد الرائع الاسم الكبير في النادي الاهلي الاسم الكبير في تاريخ النادي الاهلي قال ان كل اللعيبة النهاردة كانوا على قدر كبير من المسئولية وازهروا شخصية قواية امام منافس قوي واحترمناها كما يجب لدينا مواجهة قواية ايضا يوم السبت امام فريق سياتل اللي بنحترمه بشدة قال كمان ان احنا هنستعد ليه لانه منافس مختلف تماما عن اوكلاند وشكر كل من ساند النادي الاهلي وقال ان احنا هدفنا تحقيق مركز افضل من اللي حقناه خلال المشاركات الماضية نتمنى معك ان شاء الله يعني نتمنى معك ده فيما يخص النادي الاهلي زي ما قلت لكم من شوية جزباله فريرة الموديل الفني السابق العائد لنادي الزمالك هيرجع لتدريبات نادي الزمالك يوم السلساء القادم ده موعد عودته مرة اخرى بعد انتهاء مباراة فاركو القادمة في الدوري المصري الممتاز الكلام كان على الاثنين المساعدين اللي كانوا مع جزباله فريرة وبالمناسبة كواليس كلها اللي كانوا بيقولوا ان مشكلة فريرة في الولاية دي ان المساعدين اللي معاه مزي المساعدين اللي كانوا موجودين معاه في 2014-2015 اقل منهم عشان كده الزمالك لما قرر عودة فريرة مرة اخرى لتدريب نادي الزمالك قرر عودته واحده دون السنائي السابق ولكن فريرة هيبقى معاه سنائي اجنبي جديد في تشكيل الجهاز الفني هما جوزي بيدرو مدرب الاحمال والمخطط البدني السابق اللي عمل مع البرتغالي باتشيكو من قبل في الزمالك بجانب محلل اداء بيدرو بوكاس اللي جاء ايضا من اختيار جوزباله فريرة واللي طلبه بالاسم عشان هو شايف واحد من افضل المحللين الموجودين حاليا في البرتغال فريرة كان اختاره منذ وصوله عن توليه المهمة في شهر مارس الماضي لكن هو كان اعتذر لزروف شخصية الآن هيبقى موجود في التشكيل زي ما قلت لكم الوضع في المغرب وضع رائع جدا وضع مهيئ جدا ان الاهل ان شاء الله يعمل اداء محترم وكبير ومسيرة رائعة مساندة واضحة جدا من الجماهير المغربية مساندة مشرفة جدا معنا عبر الهاتف الآن معالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب يطمن على الاوضاع هناك بعد الانتصار الكبير للنادي الاهلي اليوم على اوكلان سيتي يا فندم صباح الخير مشرف ومنور صباح الخير يا فندم ازاي حضرتك اهلا بي والحضرتك الله يبارك فيك وكل الناس كل الناس واناقول لك حاجة في الكواليس كل الناس اللي موجودة دلوقت في المغرب سواء جماهير او اعلاميين او حتى بعثة النادي الاهلي دائما تتحدث عن المساعدة والمعاونة دائما للحراك بتقدمها لا دا دا واجبنا يا فندم واجبنا ويعني النادي الاهلي في الكورة المصرية هي سفير لمصر الشارع فده شرف فينا ان احنا نقدم كل المساعدة وكل الخدمة اللي انا نقدم الوضع بقى بالنسبة للنادي الاهلي في المغرب حاليا الوضع مستقر الوضع جيد زي ما قلت لك الكلام اللي بيجينا من هناك ان الوضع محترم جدا ووضع يعني ميسر انه الاهل ان شاء الله يعيش فترة جيدة جدا في المغرب خلال البطولة طمنا على الوضع هناك يا فندم الوضع هي ممتاز حاليا النهاردة بدون مبالغة الاهلي كان بلعب على ملعبه وسط المغرب يعني حضرتك ستين الف مشجع كانوا بيشجعوا النادي الاهلي عظيم بجانب جماهير جاي من مصر بجانب الجالية المصرية الجميلة اللي موجودة كان يوم جميل جميل مش بس نتيجة ولكن كمان يعني شعور ومشاعر ومحبة يعني شرحك يوم رائع الله طيب بالنسبة للمصريين اللي جم من مصر للمغرب أو الجالية المصرية اللي موجودة في المغرب العدد تقريبا من ستين الف ده كان حوالي قدية لأ كان فيه يعني أقدروني حتى كان فيه مئات من المصريين موجودين هاي وغاني ويعني تشديع أهلاوي أصيل الحياة كانت بفرسة راحة عربية هاي واعتقد أن الفريق لمس ده وده اللي ادى حماسة للفريق حس أنه فيه الجمهيل كلها وراه ممتاز جداً عملية الدخول بقى الجمهيل المصرية اللي موجودة من مصر هل فيه عدد آخر جاي من مصر حضراك عندك معلومات إن فيه عدد آخر من الجمهيل جاي من مصر خلال مباراة قادمة للنادي الأهلي أمام سيتل ولا نفس العدد اللي وصل لا لا لسه لسه ما عنديش معلومات في الموضوع بيخدم بس يعني اللي احنا بشتعر أيضاً دلوقتي إن احنا نقدر نحفت الجالية أكتر وأكتر عشان العداد تزيده إن شاء الله هاي معالي السفير ياسر أسمان سفير مصر في المغرب أنا باشكر حالك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة واشكراً جداً كمان على المعاونة والمساعدة اللي بتجنى من كل المصريين أو جمعين النادي الأهلي أو بس النادي الأهلي اللي موجودة حالياً في المغرب الجميع أتحدث عن معاونة كبيرة من معالي السفير للجالية المصرية اللي مسافرة أو اللي موجودة حتى في المغرب شيء رائع جداً كعادة يعني سفران المصريين في الخارج طيب نكمل مع أخبار نادي الزمالك الزمالك قرر إرسال دفعة من المستحقات المالية إلى اتحاد الكرة لإنهاء أزمة القيد من المقرر أن تصل إجمال ما سيدفعه نادي الزمالك إلى ما يقرب من 10 مليون جنيه كابتال إسماعيل يوسف من ناحة تانية طم أنا السلاسي المنضم حديثاً لنادي الزمالك محمود شبانة وحمد بالحاج وناصر منسي على موقفهم مع نادي الزمالك وقال لهم أن موضوع القيد ده هيتحل أجلاً عجلاً ومش يبقى فيه أزمة وهيشاركوا مع نادي الزمالك في القريب العاجل ويبدو كده أن الموضوع في طريقه إلى الحل في طريقه إلى الحل طيب كابتال إسماعيل نبيه بيدرس إراحة محمد عبدالغاني في مباراة فرقه اللي جاية وعدم البدء به لأكثر من سبب أولها غياب التركيز نسبياً عنه في المباريات الماضية بجانب مرض نجله اللي بيأثر كمان على تركيزه ألف مليون سلامة إن شاء الله ربنا يتمم شفاءه محمد عبدالغاني مدافع كبير مدافع محترم لو مر مرحلة فيها بعض الأخطاء فحالة الزمالك بشكل عام مش في أفضل حال فهي قصة مش بس محمد عبدالغاني غالباً مصطفى الزناري هو اللي هيكون موجود بدلاً منه طيب هشرفني ونهارني بعد الفاصل أصدقاء العزاء محمد جمال ومحمود شاكر يقولي بقى رأيهم في أداء النادي الأهلي حالونا النهاردة كيف حقق الأهلي هذا الفوز الكبير على أكلاً بسلاسية نظيفة بعد هذا الفاصل هل لكم معك يا أهلاً بحضراتكم مرة أخرى بما أني النهاردة الأهلي عمل مباراة حلوة فلازم اللي يتكلم على الأهلي النهاردة ناس حلوة حمد جمال ومحمود شاكر الأصدقاء العزاء يكلمونا شوية عن فوز النادي الأهلي النهاردة يا جيمي مش هارف حبيب يا كيم أخبرك محبوط أنا موجود معكم يا أحمود طبع كله حلو زي الفل يا حوود مش هارفوا منهور وحشتي بعدنا كتابل ده حقيق أنت المش هارفوا منهور دي يا كريم وأكيد كالعادة وأكون مبسوط معك وأكيد مع جيمي أولو مرة تانية في تانية أسبوع كله تمام كله تمام يا رب دائما طيب جيمي النهاردة الأهلي كان شكله حلو مش بس نتيجة صحيح المنافس ساهل وإحنا معترفين كلنا بده بس الأهلي كمان النهاردة لعب مباراة محترمة جدا مارسي الكولورو السيستم يا كريم أي حاجة بتتعامل داخل النادي الأهلي في المباراة الأخيرة دور على النمط دور على الفكرة لما تيجي إحنا نتنبأ بالشكل يلعب بين النادي الأهلي هو بيضيف في كل مباراة بعض الأجزاء عشان يفاجئ المنافس لكن الرجل بقى عنده نمط عنده باترن بيقدر يشتغل عليه لما يجي نتكلم عن كسافة لجمي ينبالحة كريم لما كنا بنتكلم وقلنا الاربعة تلاتة تلاتة بعض الناس بيقول الاربعة تلاتة تلاتة بوجود عمر السلية حمدي فتحي ويبدو عليها أن هي خطة دفاعية لما تكلم عن الاربعة تلاتة تلاتة في المعتاد ارتبطت زهنيا عند جماهير الكرة المصرية أن الاربعة تلاتة تلاتة هي خطة دفاعية ردت عليك قلت لك أن الاربعة تلاتة تلاتة هي مرتبطة بالأدوار إيه الأدوار اللي بيخدها اللاعب إيه الأدوار اللي بيبتل يشتغل عليها اللاعب ده دور مارسي الكولر إزاي قدر يطور الاربعة تلاتة تلاتة ويطبعها بالعناصر الموجودة معاه وإزاي قدر يطور من اللاعبين إنهم يعملوا أدوار هجومية إزاي مارس الكولر قلتها لك مبارحة كريمة وإحنا بنتكلم على الماتش قلتها لك في أي مباراة للنادي الأهلي في أي وقت النادي الأهلي بيهاجم أتلاقي خمس عناصر على الأقل موجودين في الحالة لجومية هذا مفتقد النادي الأهلي في أوقات كتير ده رقم واحد فدي حاجة بتحصل مع مارس الكولر رقم اتنين لما النادي الأهلي يكون عنده مشكلة واضحة كلمنا فيها كلنا هي معدلات التسجيل الراجل بيقول لك أنا ولا هممني معدلات التسجيل ولا فرق معايا إن أنا يكون معايا مهاجم آه طالب إن يكون عنده مهاجم عشان يرفع الكوليتي بتاعت الكونفيرجين ريت أو معدلات التحويل الفرص المحققة لأهداف والنهارده النادي الأهلي عملوا 21 محاولة كريمة رقم مرعب طبع لما نتكلم مهما كان المنافس ضعيف 21 محاولة منهم سبعة كانوا سبعة النهارده الأهلي قدر يسجل ثلاثة أقل إزال الكونفيرجين ريت مش أحصر حاجة لكن إنك توصل بالكثافة دي فالراجل بيحارب مشكلة التهديف والكواليتي بتاعت التهديف بالكثافة الهجومية بيحارب مشكلة التهديف بالزيادة العددية بيحارب مشكلة التهديف اللي موجودة عنده بزيادة المحاولات فالرقم لما يكون كبير حتى لما يكون معدلات التحويل قليلة برضو ينتج عنه إن أنت بتسجل كتير وده اللي عمله لو نبتلين نعرض الصور اللي معنا نبتلين نعرض زي نادي الأهلي اللي كانوا معين بالها جبنا مثال من ضمن الواحد وعشرين محاولة في كل مرة خمسة لستة عناصر دايماً هتلاقيهم موجودين جوه في الشكل نادي هنا بيتكلم على الكورة بدأت عند أليو ديانج روح السورة اللي بعديها هلاقي إنه دايماً أليو ديانج هو اللي بيعمل السكان باص واحد ضرب تلات لعبين اللي بعديها على طول كمل 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 تاني هنا بيفتح ناحية إنه مين عند حسين الشحاية حسين طلع معاه دايماً أوتوماتيك لي وانت مغمد وهنتكلم على حسين وهاني لوحده كمل تاني الحالة اللي بعديها يعني الفريم اللي بعده اللي بعده كمان كمان دخل دخل حسين التمنتاشر كمل بس كمل تاني كمل تاني عشان نوصلك بعد ما حدت كورة تتكمل فينا من بعده عشان لونج يبقى باين بنتكلم على كامل عيد جوة التمنتاشر يا كريم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والنقطة الكلام بتتكلم عليها مبارح التواجد على خط التمنتاشر يقولك إن الراجل محضر كويس جداً كولر كان مذكر المباراة لا استهون ولا استسهل حضر بشكل ممتاز دخل المباراة بالشكل اللي المفروض يدخله بي مهما كان اوكل يحاول من يتكلم اوكلان في المتناول اوكلان في المتناول لكن في نهاية الراجل محضر كل حاجة كلمنا مبارح على عدم التواجد على منطقة التمنتاشر تيجي تبص لقي دايماً فيه لعيب من النادي الاهلي على خط التمنتاشر خمس لعبين على الأقل في الحالة الهجومية كسافة هجومية وترجع وتقول تاني هل هي النهاردة عشان منافس في المتناول؟ لا مهما النادي الاهلي لعب امبي بنفس الشكل سموحة بنفس الشكل الزمالك بنفس الشكل بيرمز بنفس الشكل إذن بنتكلم على نمط وبتر يحسب للمدير الفني قدر يعالج بيه كل مشاكل النادي الاهلي يحبوض نفس الاطار أو نفس السياق نادي الاهلي الشكل الهجومي بتاعه كمنظومة بقى شكل حلو حتى لما كان فيه بعض التحفزات على الأفراد النهاردة بتتكلم في منظومة أي حد داخل فيها بيشتغل بشكل كويس ده حقيقي النادي الاهلي النهاردة نصب السيرك في مباراة أوكلاند سيتي النادي الاهلي قدم مباراة أكتر من رائعة تطبيق الأسلوب بتاع 4-3-3 مع مرسل كورر اللي اللي لقى خلاص فيه ضليته في النادي الاهلي واستخدام اللعيبة اللي موجودين في وسط الملعب الكواليتي اللي موجود دلوقتي المهاري والتيكتيكي والزهني والبدني وحط تحت بدني دي 100 خط هو اللي خلاص مرسل كورر النادي الاهلي مع مرسل كورر أصبح شرس جداً في تطبيق أسلوبه على أي منافس أي إن كان حتى لو أوكلاند سيدي ضعيف ولكن النادي الاهلي بقى لوت 4 مباراة بدايةً تريبة من بعد ومبارات بيرامد زي آخر مباراة النادي الاهلي كان بيلعب فيها كومباكت وكان بيعتمد أكتر على التحولات ما كانش بيلعب بالطريقة اللي كان بيلعب بيها النهاردة ومبارات الزمالك خلاص النادي الاهلي مع كورر أصبح شرس جداً في تطبيق أفكار عاوز أكلمك النهاردة كل الناس عارفة إن حمد فتحي أو لعيبة نص الملعب هي مكمن الخطورة اللي موجودة دايماً عند مرسل كورر عن طريق الزيادة الهجومية عاوز أكلمك في نقطة هو أكيد عارف مرسل كورر من قبل مباراة وذكر كويس جداً إن أكيد في حد من الوينجات أو هيعمل زيادة عدية في وسط الملعب بحيث إن هم يعملوا زحمة شوية على زيادة العددية اللي بتبقى موجودة من حمد فتحي أو أليو دينج أو عمر الصلاية لإن دايماً مرسل كورر ما بيسبتش اللعيب اللي بيعمل سكرينينج تايم من تحت ممكن تقول 60-70% من المباراة أليو دينج هو اللي بتدي الهجمة من تحت ولكن دايماً بيحصل تغير كتير جداً بتلاقي إن أليو دينج أو عمر الصلاية هو اللي بيرجع وحمد فتحي اللي بزيد أو عمر الصلاية اللي بيزيد أو أليو دينج اللي بزيد دايماً بتلاقي اللغبطة دي عشان خاطر اللعيب اللي دايماً بيبقى وسط الملعب المهاجم أو واحد من وسط الملعب الفريق بلعب قدام الأهلي دايماً بيسيب الدنيا كلها ويفضل واقف عند أليو دينج أو عند اللعيب اللي بيبتدي الهجمة من تحت وانجات علشان خاطر المشكلة والهجمات العرضية دايما اللي بتيجي من عند النادي الاهلي فنشوف بقى مرسل كولر النهاردة ادر ازاي ان هو يكسر الحتة دي. نادي الاهلي كام بيهاجم يا كريم عن طريق حاجتين حاجة لوانية وهي كورة عرضية ما لسا نتكلم معنا وليحنا نتكلم معنا عن طريق نادي الاهلي أطول هاجب لك هجمة من على الشمال وهجمة من على يمين وبرده زيادة العددية وعاوز اكلمك على علي معلول في حاجة بس نكمل الحالات هنا الكورة بتتلقب هنا هجمة نادي الاهلي مثلا في الشرط الأولين في الديئة 32 علي معلول هنا احمد عبدالله بياخد الكورة علي معلول هيزق وعاوزك تبص على عمر السلية الصورة اللي بعدها عاوزك تبص عمر السلية كان بيجري اول ما عمر السلية شايف ان علي معلول بيجري اموقف نكمل في الصورة اللي بعدها هتشوف ان علي معلول خلاص عمر السلية تلع برا كدر علي معلول هي تلعامل اوفر وبرضه هنتكلم على الزيادة العددية نكمل بالحالات بس عمر السلية وقف عشان يأمل دارة عالي معلومة عمر السلية خلاص وقفية خلاص هي بقت كربونة كريم واحد من الباكات هيزيده لو اللي بلعب من تحت أليو ديانج أو عمر السلية هو بيبقى وقف على النص الملعب والتاني بيبقى دايما ماي لناحية الباك اللي بيزيد هنا الأوفر بيتلعب من علي معلومة عاوزك برضه نتكلمك على الزيادة العددية اللي موجودة لسه جمال حتى متكلم عليها عندك محمد شريف عندك حسين الشحات عندك كمان حمدي فتحي وعندك برا أحمد عبدالقادر دي كانت الكرة من إحدى الكور اللي محمد شريف ضياحهم عاوزين نرجع ونقول برضه النادي الأهلي محتاج مهاجم وراس حربة لترجمة الفرص حتى لو كسب النهاردة 3-0 نخش على الكرة اللي بعدها نخش على الحالة اللي بعدها نفس الكلام برضه هنا كورة من الناحل اليمين حسين الشحات هو اللي دخل لجوه طلع محمد هيني برا عاوزك تبص على كام لعيب جوه الثمنتاشر عند النادي الأهلي واحد اتنين تلاتة ودايما الوينج العكسي بيتضم جوه الثمنتاشر عشان يخش دي الحالة التانية طب ايه بقى يا كريم هنا بشوف برضه الأوفر بيتلايب ونشوف الزيادة العددية اللي موجودة منها عند لعيبة النادي الأهلي الأوفر التركيبة كمان بتاعت التلاتة ممتازة واحد على القريب واحد قدام عشان الساكن بقوله عشان الكورة لما تنزل كنا بشوف على فترات إن أوكلاند سيدي ساعات بيضغط ضغط عالي على النادي الأهلي ونشوف النادي الأهلي على طول كان تخلصا في شوط لأولاني كان نادي الأهلي يحاول أول ما يضغطوا عليه أوكلاند ضغط عالي محمد شناوي يلعب الكور العالية ولكن بتضغط إزاي على أليو ديانج نكمل بالحالات أليو ديانج بيلف الكرة علي معلول ممسوك بيلف الكرة هيلعب لحد من السنتر باك هيلعب الكرة لمحمود متولي بس مش باينة في الكادر نكمل السورة البعدها محمود متولي على طول هيتطلع محمد هاني بس برضه مش موجود في الكادر محمد هاني بيزيد عاوزك تتفرج هنا على الستريتش اللي النادي الأهلي عاملوا في كل الملعب ولكن هو قف هنا لحظة شوف يا كريم عشان خاطر أوكلاند سيتي حاول أنه يضغط ضغط عالي على الأهلي ضغط عالي يبقى معناها أنه كل الفريق هيبدأ يزيد معايا النص الملعب فبالتالي هخلق مساحات محمد هاني هو محمد شريف في المساحة الفاضية اللي ما كناش بنشوفها إلا لما نادي أوكلاند سيتي بيضغط على النادي الأهلي محمد هاني نكمل بالكور محمد هاني بيلعب الكورة العالية في دار الاندفاع نكمل بالسور نشوف محمد هاني بيلعب الكورة على طول في ظهر الدفاع لمحمد شريف ومحمد شريف برضو بيضع فرصة فإذن النادي الأهلي دايما يا كريم آخر حاجة أقولك عليها هو عارف كويس جدا الناس بتذكر النادي الأهلي وعارف إن كل الفرق عارف النادي الأهلي بتلعب إزاي ولكن دايما بيعمل تريكة معينة عاوز أوريك الخريطة الحرارية لعلي معلول علشان أوريك إن إزاي أقوى جابها موجودة عند النادي اللي هجوميا هي الجابها اليسر ورجل كان بيعمل دايما ضغط سلاسي متى أوكلان سيدي كان بيعمل وينج رايد بتاع أوكلان سيدي واحد من نص الملعب والباك رايد بتاع أوكلان سيدي كان دايما بيدغطوا بالتلاتة على أحمد عبدالقادر وعلي معلول ولكن علي معلول كان دايما بيعمل حاجة كان علي معلول هو الساعات بيخش هو الجوة بدل ما أحمد عبدالقادر هو اللي يخش جوة ويطلع أحمد عبدالقادر واحد على واحد وأحمد عبدالقادر قدر النهاردة كتير جدا أنه هو يتفوق فيها فالنادي الأهلي النهاردة الراجل حاول أنه هو يعمل تركاية صغيرة ولكن النادي الأهلي ما يبقى فيها تكتكيا وزهنيا وعاوز أقول لك على حاجة تانية يا كريم بدنيا النادي الأهلي النهاردة تفوق بشكل كبير جدا خصوهم في الشوت التاني والمساحات اللي ظهرت كبيرة جدا في الشوت التاني طبعا بسبب النادي الأهلي في الميت سيزون بتاعه أوكلان سيدي خلاصين دوري بقال لهم شهرين والفتنس بتاعهم مش قد كده فشوفنا في الشوت تاني وعودي جدا بدنيا زادة قوة النادي الأهلي بدنيا في التحضير هنا أعاوز أقول لك بص يا كريم على خريطة الحريري بتاعته بص على الحتة اللي ما بين التمنتاشر وما بين نص الملعب هتلاقي دايما أن فيها علي معلول دايما يعني خريطة حريري جايه بالعرض علي معلول دايما كان بيحاول يخش جوه عشان يطلع يطلع أحمد عبد الاني لو شفنا مثلا الخريطة الحريرية بتاعت محمد هاني تشوف الفرق ما بين الأدوار بتاعت علي معلوله ومحمد هاني يعني محمد هاني كان على طول عمل سمائية رائعة ما بين وما بين حسين الشحات ولسه أكيد جمالها هيتكلم باستفادة عنها بص على خريطة حرية تاعت محمد هاني وبص الفرق الخريطة الحرية بينها وبين تشوف هنا محمد هاني تعليماته واضحة بشكل كبير جدا هو على الخط وحسين الشحات هو المريض أدوار ولكن دايما اللعيب الحريف أحمد عبدالقادر لما يبقى جنبه واحد زي علي معلوله دايما كنت دايما نتكلم عليه أنه لازم عالي معلوله يبقى جنبه وينجي حريف قوي بدايما بتلاقي السويتشات دايما على الخط ومش ملزم أنه هو يبقى مسك الخط ولكن بيخش لجوه الملعب حلم السؤال اللي جاي مش بعلامة استفهام السؤال اللي جاي بإسم من كلمتين حسين الشحات حسين الشحات أكريم دايما بنتكلم أنه لما العيب بيكون عليه هجوم بشكل ما في وقت من الرواقب بسبب انخفاض مستواء اللعيب لازم يبقى عنده الشخصية أنه يبتري يركز في الملعب بس وده اللي بترح حسين الشحات يعمله الأهلي بدأ السيزن بوجود أكرم توفيق وجود كريم فؤاد وفجأة خسر للسنائي خسر أكرم وخسر كريم لما أتكلم على أنه عشر مباريات على التوالي اللعيب بيلعبهم بمستوى ثابت لازم أقوله شابو لازم أقول أن حسين الشحات هو أفضل لاعب في الخط الأمام للنادي الأهلي من حيث سبات المستوى اللعيب اللي خد مكان صعب جدا في ظل قناعات مارسي الكولر بطائر محمد طائر أن يجبروا حسين الشحات بالمرضود اللي بيقدموا في العشر مباريات الأخيرة من وقت مباريات فارق ويوم عشريني اتنشر اللي فات ولما بدأ حسين الشحات ويلعب وراء محمد هاني وحالة التفاهم الكبيرة جدا ما بين حسين الشحات وما بين محمد هاني لازم توديك أن حسين الشحات لازم ياخد كريدت حسين الشحات لازم عشر مباريات قادر بيصنع قادر قادر بيشتغل مع مارس الكولر لأنه خلق له بروفايل جديد ينفع عدي كناه الكريدت قول لي ينفع عدي الكريدت بس أنت مش هتفتكرو أنه بداية مارس الكولر مع النادي الأهلي والتغيرات الكتيرة اللي كان بيعملها في التشكيل كان دايماً حسين الشحات ورقة ما بتخشش الروتيشم بلاع مارس الكولر وانا فاكر في الظرف وانا فاكر سألتك قلتلك هو كده حسين الشحات بره حسابات مارس الكولر ولأ قلتلي هيخش 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 والراجل ده بيعمل تدوير كتير وحسين الشحات هيبقى ليه دور في المستقبل وهو كانتكلم مع حسين لأنه كان عارف أن حسين لأيبقى أساسي وقال له أنا طالب منك شوية حاجات تشتغل عليها الفترة اللي جاية صحيح وحتى حسين نفسه بعد ما كان مدايق جداً من هو برا يبتلقى يبتلقى يشتغل ويدخل جوه الحالة دي وانا قلتلك هنا يا كريم على مارس الكولر يمكن حضرنا أكتر من حاجة جوه المران الفريق يعني مارس الكولر مدرب عادل جداً 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 واللعيبة مقتنع عبده اللعيبة مقتنع أنه مدرب عادل سواء بتلعب أو ما بتلعبش قدم مرضوط في التمرين هتاخد فرصة ولما تاخد فرصة لو مسكت فيها تفضل تشترك تاني إن حسين الشحات ياخد مكان طهر محمد طهر حتى بعد العودة من الإصابة ده بيقولك حاجتين مارس الكولر مدرب عادل بيقولك إن حسين الشحات وصل لأنه بيعمل معظم اللي الراجل عايزه الدور اللي بيعمل 유حة casts هو بروفايل جديد خلقه له رجع النسخة بتاعة حسين الشحات نسخت العين حسين الشحات بيشتغل انسايد بيشتغل جوا الملعب حسين الشحات هو أفضل صانع فرص للنادي الأهلي في المباريات العشرة الأخيرة حسين الشحات هو أكبر مساهم في العملية الهجومية وخلق محاولات تسجيل محققة للنادي الأهلي في العشرة مباريات الأخيرة حسين الشحات لما جينا نتكلم على الأفرج كل البلاتفورمز اللي بتعمل تقييمات لللاعبين هو اللعيب اللي مستوى والأفرج بتاعه ما بيقلش في كل الخط الأمامي فيه لعيب ممكن يبقى أفضل من الحسين في مباراة ما لكن حسين ما بيقلش قوي لكن لما تيجي تبص على الأفرج حسين رقم واحد في الخط الأمامي للنادي الأهلي حسين الشحات النهاردة قدم مباراة كبيرة ليستكمل بقية المسيرة بتاعته في العشر مباراة اللي فاتت كريدة كبيرة نعرض 3 حاجات الخريطة الحرارية بتاعت حسين الشحات الأرقام بتاعت حسين الشحات النهاردة الراجل بقى عنده الفعالية وده اللي كان نقص حسين في وقت من الأوقات الراجل النهاردة يوصل لأنه بيصنع بيسجل بيخلق فرصتين محققين وده الدور اللي بيعمله حسين الزيادة الهجومية ويبيقلك دايما الخريطة الحرارية تقول لك العيب يتحرك فين العيب يتحرك كل حتة في الملعب لكن الجزء اللي كان طبعاً شغال عليه هو الجانب الأيمن لكن كان بيدخل إنسايد كتير بيشتغل لو أسمنا الملعب 3 تلاب الطول هو في التلت الأيمن لكن بيدخل إنسايد جوه الملعب عشان يعمل عملية صناعة اللعب فناس كتير كان بتسأل هو دلوقتي لما نرى 4-3-3 من اللي هيكاريت تقول لك قبل المطشا كريم إن اللي هيكاريت ويعمل كل صناعة اللعب في خطة مارسل كولر الجديدة هو حسين الشحات علشان كده طير لسه ما دخلش منهم فرصة محققة الهدف اللي سجلوا اللي فتح المباراة وبالمناسب هو الهدف اللي دخل النهاردة هو مركة حسين الشحات حسين الشحات بعد مرور سنة إلى ثلاث تيام سنتين إلى ثلاث تيام بيكرر هدف وفي مرمى الدحيل علشان يعمل الصورة اللي بعدها هات للصورة اللي بعدها حسين أيا كان بقى الناس ممكن يعجبها الكلام ما يعجبهاش الكلام حسين النهاردة بيكتب اسمه في التاريخ إنه لعيب فقط من ضمن أربعة لاعبين هات للصورة اللي بعدها والصورة دي نزلة على الوفيشال بيج بتاعة كأس العالم للأندية بتاعة الفيفا الصورة اللي بعدها بتاعت حسين بتاعة الفيفا ويرلد كوب دي ويحطوا اسم حسين الشحات جنب تلاث أساطير كريستانو أرنالدو ليونال مسي وجارس بيل إنه هم اللاعبة دول أربعة دول بس اللي سجلوا في تلب بطولات كأس عالم مختلفة حسين سجل مع العين سجل مع النادي الأهل أمام الدحيل النهاردة بيسجل هدفه التالت وتاني ده كريدت ومكافأة على اللي عمل حسين الشحات الفترة اللي فاتت يستحقها بلا شك محمود دخلت عايز برضو تتكلم معي عن الهدف الاول لسجل له حسين الشحات الهدف في المادي الاهلي النهاردة من مميزات مارس الكولر هي خداع المنافسين بالسويتشات وتغيير الاماكن دايما ما بين لعيبة نص المرعب وما بين التلت الهجومي التلات لعيبة اللي موجودين الفرود والاتنين اجنحة النهاردة شفنا حسين الشحات في الهدف الاولاني لو نستعرضه معنا هنشوف ان اول نادي الاهلي الكرة دي كانت ركنية نادي الاهلي ضغط ضغط عليه خد الكرة عاوز اقف قبل ما نشرح اي حاجة عاوز اقولك فين لعيبة النادي الاهلي محمد هاني تحت خالص في الكدر معه الكرة حسين الشحات في مكان غريب جدا 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 حسين الشحات اللي على جوه قدام التمتاشة بزبط مين اللي مكان حسين الشحات كوينج رايت دعم السلية عاوز اقولك طبعا اللا مركزية اللي بتحصل دايما بيبقى اللعيب اللي نزل من الاول في قط اللبس بمدربه ومحفظه اللعيب لما يجي هنا هتمسكه لعيب رقم كذا هتمسكه ما فيش الكلام ده مع نادي الاهلي ومع مارس الكور نكمل بالحالات نشوف محمد هاني محمد هاني هيغير هلعب العكسية الناحية التانية خالص عاوز اقوليك محمد هاني هيلعب العكسية الناحية التانية خالص عند احمد عبدالقر وعند علي معلول بص حسين الشاحات فينه وبص السهم بتاع عمر السلية هيحصل ما بينهم اللي هو مفروض دايه هنا مكان ده وده مكان ده نكمل بالكورة هلعب محمد هاني الصورة اللي بعدها محمد هاني هنا هنا بالضبط احمد عبدالقر بيمس الكورة على طول مين يطلع لبرا علي معلول طبعا علي معلول مجرد خروج علي معلول على الخط سحب معال باك فبالتالي المساحة تفضت لحسين الشاحات علشان خاطر ياخد الكورة وعلى حدود التمنتاشر في الوقت اللي انت تبص فيها كريم على الصورة عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اكتر من ثمن لعيبة على حدود التمنتاشر برغم زيادة العدادية ولكن حسين الشاحات بسبب السويتشات اللي بيعملها مارس الكولر اللعيبة بتاعته والخطوص النص الملعب مع الاجنحة وحسين الشاحات بيخلق له فرصة هدف وبيجيب هدف كربوني من الهدف اللي جابه في الدحيل بنفس المكان ونفس الطريقة وطريبا في نفس الشوت وده طبعا يعني قوة كبيرة جدا من مارس الكولر لان عارف ان النادي الآلي دلوقتي حتى وان كان كتاب مفتوح للكل ولكن دايما بيبع عنده المفاجآت الكتيرة اللي تخلي النادي الآلي ان هو يقدر يعمل الفارق في الحتة القدام كنت بتكلم النهاردة في المقدمة جيمي على فكرة انه النهاردة كان فيه تلات لعيبة مميزين في الخط الهجومي نادي الآلي احمد عبدالعاد ومحمد شايف حتى لو لتن دول تحديدا مقدموش كتير في الشوت الأول بس اقدموه في الشوت الثاني مع حسين الشحات التلاتة تشالو تحط بيرستاو وتحط طهر محمد طهر وتحط كهرباء والتلاتة برضو قدموا دقائق ممتازة جدا تحديدا كهرباء حكاية انت بتتكلم في تلات مباريات بيسجل هدفين بيصنع تلاتة يعني خمس اهداف بيشارك فيهم في تلات مباريات بس بعد غياب طويل جدا اداء مبهر ويستحق التحية بكل تأكيد كهرباء يا كريم عامل معدل تهديف عالمي ما شفتوش ما شفتوش قبل بس ما كمل كلامي دايما مستنيون منه الاستمرارية لكن هتلك جوني التالت عشان اقولك يعني يجبوننا الجوني التالت جاهزوه عبر ما نتكلم انه لما نيجي نتكلم انه لعيب لعب كم دقيقة وياريت حتى هم تلات مطشاط هو لعب 139 دقيقة ساهم في خمس اهداف 139 دقيقة بنتكلم على معدل مساهمة في الاهداف كل 28 دقيقة بيساهم في هذا اهل من نص ساعة انت بتتكلم على معدل قل ما يتواجد من الاساس وبتتكلم على معدل فعالية دا ينقلك لمعدل فعالية عظيم جدا من محمول عبد المريم كهرباء كهرباء لو كمل وعمل الاستمرارية دي انا بقولك انه بهذه المعدلات هيعمل سيزن لو كمل ومصدرش ضده اي اي اجراءات ادارية منعيته انه يلعب يعني لو كمل حتى نهاية السيزن على نفس هذه المعدلات حتى بهذه الدقائق هيبقى اعلى معدل تهديفي انا شفته في حياتي لانه لما تتكلم على كل 28 دقيقة لعيب عندك يابي يعمل جول مبورات صعبة يابي يسجل وورايات صعبة جدا وهنا بقى نروح لحاجة مهمة جدا جدا كهرباء طول عمره العيف فعال طول عمره العيف كواليتي ومفيش تشكيك ابدا في الكواليتي بتاع الكهرباء سواء كان في تجربته مع التحق جدا تجربته مع نادي الزمالك حتى تجربته مع منتخبات الناشئين والفئات السنية حتى في وجوده في ام بي هنا يقولك حاجة مهمة جدا ماشي هاتلي الفريم اللي بعد والكورة معتاو الفريم اللي بعد ده على طول كمل انه هنا القرار الاولاني الطبيعي ولعيب نازل وكاس عالم اندية وكهرباء لعيب عنده كورة فعايز يروح يدوس عليها ويروح هو يحط جون والفرقة كاسبالة اتنين لو انا لعب مش مركز بنسبة مليون في المية مش هشوف توا وبتحرك هبدي نفسي ان انا روح اعمل ده هنا نقطة مهمة جدا روح تحتها خطوك كتير هل كهرباء وهو نازل من بداية المباراة وبيلعب ستين ديئة ظهر بشكل جيد؟ نعم كهرباء هو نازل من على البنش ونازل مركز في المباراة مرتاحة المنافس في المتناول واتنون صفر فكل الدوافع بتقول لكهرباء حط الكورة انت ودوش وروح لو ضاعت مش يحصل حاجة لكن الراجل بيعمل ايهات اللي بعده الراجل راح وعمل الاختيار الابعد ان هو يحط ويحط الكورة بكعبه اسيست ممتاز حالة التركيز اللي عليها محمول عبد المنام الكهرباء اللي نازل من على البنش ويعمل الكورة بالشكل ده وميروحش ابدا ان هو اللي يروح يسجل الجل وبيلعب في كاس عالم اندي الناس كلها شايفها والسبوت والناس كما بتتكلم دايما ان في العباء بتحب السبوت وبتحب ايه فيش حد ما بيحبش السبوت لكن هو واضح انه مركز بشكل اكبر بكتير من السبوت ده اللي دايما كان بيخرجه عن تركيزه عشان يعمل دي نازل من على البنش بركز ومحضر نفسه كويس جدا فعالية محمود عبد المنعم الكهرباء لو استمرت على ده مكسب كبير وسلاح مهم جدا جدا عدبار سيكول عاوز اتكلمك على تفصيله بس معانا عن احمد عبدالادر يلا احمد عبدالادر في حاجة صغيرة لو تخلى عنها ممكن يبقى من احسن خمس لعيبة في افريقيا احمد عبدالادر من اكتر لعيبة المهرية تعرف ترقص من سبت تعرف ترقص من سرعة تعرف ترقص على الخط في اقصر واصغر المساحات يعرف يعمل الفارس ولكن يا كريم النهاردة عامل مباراة هيلة ولكن دايما في مشكلة في التزويد بيزويدها جدا جدا انت ياخد الكرار بالتمليل بالزبط عارف يا كريم ودائما باصص في الارض دائما باصص في الارض فيه كرة النهاردة سيبك من فيه كرة اللي زودها فيه كرة هي اكتر كرة ممكن تقول يعني كانت غريبة او كرة تردت من بيرسي تاو لان بيرسي تاو نسو تاو تردت ونزلت اول ما كرة بالطب على الارض احمد عبدالادر لو حط بطن رجل الجن فاضي احمد عبدالادر برضو استلم وكان عاوز يلم تقطعت منه وطلقت بره دي كانت حالة من حالات الجمال جايبة هو لو حطها وانطط الحتة دي لو تخلى عنها احمد عبدالادر هيكون عاوز اقولك ممكن رقم واحد في منتخب مصر في الحتة اللي على الشمال دي رائع خصوصا في الواحد على واحد ومهارته ولكن هو بيزودها جدا وبيبوز للأسف حاجات كتيرة جدا بيعملها بسبب التزويدة اللي في الاخر دي خليني اقولك يا كريم قبل ما تنيني لنقطة تانية امتفق جدا مع محمودة على قصة عبدالادر لكن هقولك لما اتكلمت مع حد من الفنيين جوه النادي الاهلي في جهاز النادي الاهلي على قصة بتاعة احمد عبدالادر احمد الراجل بيسق فيه جدا لانه عنده من القدرات اللي بديله حلول كتير لكن خلينا اقولك ايه السر اللي لسه عنده مشكلة والراجل مش عارف يطلع منه الاخرارة عند احمد ممتاز يعني ايه اكسرارة يعني اول ما ببتدي وبروح وبعرف اعدي واحد على واحد ما عندوش فيه ازمة خالص من افضل عبا في النادي الاهلي بتعمل ده ايه المشكلة اللي عنده احمد عبدالادر بعد ما بيعدي واحد والتاني بلغة الكورة وبالشكل البسيط فجأة فجأة استطارة بتنزل مفيش نفس مفيش نفس الراجل اتكلم معايا على دي وهو والراجل نفسه قال ان هو دي شغال معايا عليها علشان يصبح القرار نفسه ليه سبب هو ايه السر وكل مرة هعمل القرار غلط او هعمله صح لكن مش في توقيته فالمشكلة ان عبدالادر بعد ما بيعمل الاولى والتانية البنزينة عنده بيخلص فين مش بنزينه البدني بنزينه الزهني خلص فعندك مشكلة فدايما الحاجة من الاتنين يتقلل ده فتعمل الاولانية وده اللي شايفه مارس الكولر وده تحليل مارس الكولر للمشكلة اللي عند عبدالادر هو بيحاول يشتغل معايا عليها لكن خلينا اقول لك تاني واكد لك تاني وتالي ترابة هو بيصق تماما فاحمن عبدالقادر وشايف انه حل مختلف تماما عن كل الاجناح اللي موجودين عنه وشكرا حمن عبدالدر على طول موجود في الملاح لالي قدام سياتل مفروض الموقع في بقية سياتل فريق مش قوي قوي كانت مفاجأة بالنسبة لكله انهو اخد كونكا كاف ولكن حتى لما بصنا على الدوري اللي خلص برضه كان تريباً المركز الحداشر بعيد جداً حتى ما راحش البلاي اوف بتاع الدوري الامريكي دوري كده بيعملوا كده قود 16 فرقه هي اللي بتروح وبعد بشكل كبير جداً ما سمعناش عنه مقبل كده ولكن النهارده اوكلان سيدي على فكرة كان مفاجأة كبيرة في شوط الاولاني كانوا منظامين ومركزين بشكل كبير جداً والنادي الالي ضغط عليهم ضغط علي طلعوا في ثلاث كور كانوا معايا بالدقاء بقدروا انهم يطلعوا فلا انت بتلقى في كاسة عالم الاندية انت هتقابل فريق امريكي يبقى عارفين امريكا يبقى سرعات سرعات كبيرة جداً لازم النادي الالي ياخد باله كويس جداً جداً من المساحات اللي تتسابلها وهيطبق نفس الاسلوب الضغط العالي او النادي الالي يبقى على طول مع الكورة فاعتقد مباراة مش هتكون سهلة ولكن زي النهارده كده ان شاء الله هو كريم سريعاً كده كاسة عام الاندية هو عيد الاهلوية كل سنة الاهلوية عاديين مستنين كاسة العالم هو بالنسبة لهم اه طبعاً هو بالنسبة لهم هي بقيت عادة ودي تلت سنة لو سألت اي اهلاو في الدنيا اي اقبر انجاز نفسك فيه يقولك نفس شوف النادي الالي بيكسب كاسة عالم الاندية او على اقل بيشارك فان شاء الله المطش الجيز ان شاء الله تكون في متوى النادي الالي انا بس الالان منه حتة البدنية لو النادي الالي تفوق على سياتر الآن جدا من البدنين لما تيجي تلعب بريال مدريد مش عاوزين نسبة لأحداث لأن المجهود البدن اللي بيعملوا لعيبة النادي الأهلي النهاردة يا كريم مش طبيعي خصوصا حمد فتحي ما شاء الله ما شاء الله عيني عليه برده مش طبيعي معدل جارب هل احنا محتاجين في مباراة سياتر انا بس مختلف الاول على سياتر لا سياتر فريق قوي جدا فريق قوي جدا ما فنش السيزين كويس لكن بتكلم على فريق قيمة التسويقية خمسين مليون دولار رقم واحد فهو قيمة تسويقية قيمة تسويقية دي مش رقم بترمي في وخلاص قيمة تسويقية مرتبطة بالكواليتي واسعار اللي لعبين اللي موجودين مش الاسعار اللي بتنقلوا بيها تقييم الماركت لسعر اللعيب طبقا للكواليتي بتاعته فلمري نتكلم على ساتلت ساندرز انا خلينا اقولك بس بمثال بسيط الاربع لعيبة اللي بيلعبوا في الخط الامامي تمانهم 17 مليون دولار الاربع لعيبة الاماميين بس اثنين لعيبة برازيليين ولعيب بيروفيو اللعيب امريكي جون مارسن اربعة ونصف مليون دولار روي دياز اربعة ونصف مليون دولار اثنين لعيبة برازيليين تلاتة مليون دولار اثنون ونصف مليون دولار فانت بتتكلم على كواليتي هجومي مرعب تاني سياتل ساندرز فريق هجوميا مرعب فالنادي الاهلي ان المباراة ان هي نقول 5050 فاحنا شوية عشان بنساند النادي الاهل لكن كقيمة تسويقية وكعناصر موجودة في الملعب وكاكواليتي خاصة في الخط الأمامي ممكن يخليها 55-45 كمال لساتل ساوندرز الهالي محتاج تغييرات في التشكيلة خالص هالي يلعب بنفس الشكل بلعب بي 4-3-3 بل بالعكس هتتحلق فرص هتتحلق فرص ما كتشبتوا تحلق رغم قوة المنافس ساتل ساوندرز في حتة واوكلند في حتة تانية خالص لكن لما نتكلم على 4-3-3 للراجل ده بيطبقها خطة متوازنة بشدة أقدر عدلها في كل وقت مباروة هدافع ههجم هقفل الملعب هشتغل ميد الراجل مش محتاج يغير أي حاجة وأنا بقول لك من النهاردة كولر يما هيغير في التشكيلة اللي لعبت النهاردة بالكتير هغير لعيب واحد ده لو غير ده لو غير ده لو غير حبيبيا كيم أنا مشكرا شكرا جزيلا حوض شرفت ونورت سنتعت جدا شكرا شكرا جزيلا لسه كمين مع حضراتكم بعد الفاصل اوكلاند خليكم معنا اليوم الحلو اليوم الحلو لازم يبقى فيه ناس حلوة واليوم النهاردة حلو بفوز الاهل الكبير النهاردة على اوكلاند عشان كده الناس دلوقتي حلو أول كباتن الكبار كابتن حسن مصرفة كابتن محمد عبدالله يا كابتن حسن مشرف ومنور مشرف ليه كابتن كريم وأنا بقال ليه كتير ما شفتكش حبيب وحشني وأنت كتير وسلم على كابتن محمد عبدالله كابتن عبدالله الجميل اخبارك عامل ايه يا حبيب تمام الله الحمد لله طب من عليك انا زي الفل الحمد يا ربي خليك يا حبيب ايه رائك النهاردة ايه رائك الاول في مرسل كولر لا هو احنا لازم نتكلم نديله حق الراجل ده بقى له فترة طويلة واخنا كلنا بنقطع فيه اخير مرة عاد يقولولي كابتن حسنك بيقولي ان هو مدرب عادي لا ما قلدش كده لأ انا قلت هو الراجل لسه مبانش حاجات كتيرة مبانش الراجل في اول ما جاء اول الموسم لازم نتكلم من بداية الموسم لان الحاجات ده اصمرت عن الشغل دلوقتي لانه بقى فيه منافسة وفيه حاجات كتيرة فلما تيجي تبص في اول الموسم بدأ الموسم بالسكوات بتاعه موجود ما طلبش لعيبة قال لك انا هشوف كل اللعيبة وهدي فرص لكل اللعيبة بدأ يشوف اللعيبة لعب كل اللعبة الجديدة ودى فرص كتير ودى فرصة لحسام حسن لحسن الشحات لكل اللعيبة لشادي لبرونو ادى كل فرص لكل مين اثبت نفسه اللي اثبت نفسه محمد هاني حسن الشحات طاهر محمود متولي كريم فؤاد قبل الاصابة قبل الاصابة اكرم برضو كان قبل الاصابة حمدي انت فتحي بالضبط كل دولة كل واحد خد فرصة اثبت نفسه فدية حاجة كويس عمل منافسة ما عملش المنافسة ما بين 15 او 13 لعيب لا عمل المنافسة ما بين 25 لعيب اللعيبة اللي اثبتت نفسها وعايزت موت نفسها في الملعب هي اللي حطت نفسها دلوقتي كلعيب اساسي فانت تيجي تقول الراجل من بدر جدا عمال يشتغل جي لما جي كان عاتبناه في كلمة انه هو ما عندوش فرودة وما عندوش المركز ده هو محتاجه وهو فعلا لغاية دلوقتي محتاج فرود محترامي الكهرباء محترامي المحمد شريف انت محتاج فرود اللي هو من انصف الفرص انه يجيب جول لو جالك كورة في المطش لازم تجيبها جول ممكن ما تجيلكش تاني انت محتاج المركز ده كان لازم يجيب لعيب افريكي هداف تيجي تبص للمجمل اللي هو عمله لأ انت بتعمل كورسابتة كويسة جدا كورسابتة هجومية كورسابتة دفاعية دلوقتي بتغير في الطريقة كتير جدا بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد ودلوقتي بقيت تلعب اربعة تلاتة تلاتة بنشوف حمد فتحي بطريقة جديدة بشكل جديد السنة دي الراجل بيلعب في ظهر الناس على طول وبيكمل الهجمة بتشوف افشة دلوقتي برضو بشكل جديد لان افشة كان فيه ناس كلها بعمل تتكلم عنه انهم بقعد عن مستوي بقالوا باخر السنة اللي فاتت والبداية برضو لأ النهاردة الراجل بصمته بدأ يتبان النهاردة كل اللعيبة اللي بيلعب واللي بينزل عايز يموت نفسه لأ شابول المستر كولر صراحة لأهل النهاردة كان اكيد يا كابتن محمد بيلعب قدام منافس ضعيف خلينا وقعين اوكلاند منافس ضعيف بس لأهل النهاردة برضو عمل اداء حلو على مدار التسعين دي يعني على مدار التسعين دي كواف على رجله كويس كان كويس فرديا اللاعبين المعظمهم كانوا هايلين النهاردة زي الأهل الظهر النهاردة بالشكل الحلو ده أولا مش هقول المنافس ضعيف انه قدام وصل الكاس العالم يقوم نفس كويس ماشي تمام تمام بينا وبين بعض ممكن نشوف ان الفرقة مش بقوة نادي الأهلي طبعا لا دي فعيان ولا هجوميا ولا كوالة لعبة او عناصر لعبة كمان انما انا بقول الادام وصلت الكاس على من دي نافرة كويس اي ان كانت هي جاية من دور اي انما لا انت تتكلم على الجمال وحلاوة نادي الأهلي فعلا حيلا تنظيميا الحالات الدفعية وانتشار اللاعبة في الحالات الوجومية فوقان اللاعبة ماذا استعابة اللاعبة للمدير الفني اه الراجل لا جي طور طور بشكل كويس جدا جدا بدليل يعني انت بتتكلم من اليوم ده بتلعب اربعة ثلاث ثلاث صحيح حمدي اساسا بقى لك فترة اه حمدي بيكمل في كورسات العرضية مش عارف ايه في القرانم في السوابت انما ان انت تلاقيه في كورة شغالة راجب تاني احيانا على طول جوه السندوق دي جديد صح دي حاجة جديدة لك ان السان الفات بيلعب مدافع بالضبط بيلعب تالت بيلعب تالت عشان يهو بيبدأ من الهجمة من تحته بيطلع بيها صح انما السانة دي لا الراجل عمل حالة في وسط اللاعبة اه طور من اداء اللاعبة فعلا زي ما استاذ الفواضل قبلينة كانوا بتكلموا حتة العرض والمساواة فعلا بين واضحة بين اللاعبة ما عندوش مشكلة دلوقتي يعني ممكن نكون باختلف معها عسن بس في حتة ان هو محتاج فروض لا ومش محتاج فروض مش محتاج لا 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 بدليل محمد شريف بقاله قدي غايب جاب جونين في نادي الزمال صح كهرباء بقاله سنة وكسور مش موجود جاب جونين وتلات أسستان جاب جونين وتلات أسستان في تلات مباريات مش تلات مباريات لعبهم كاملين كمان مش كاملين كمان فانت مش محتاج لأ انت فعلا جبت احتياجاتك المطلوبة حتى في في يناير جبت بقى قراءة جبت خالد صفقة كويسة جدا جبت مرة انا عطيها صفقة كويسة وجبت كريزبو لسه نشوفه بس برضو كوالة لعيب جاي من الدور التونسي وبجاي من نادي كبير صح فأكيد كوالة لعيب كويس لو انت عندك كمان احنا نصف ملعب حاجة محترمة صح فانا بقى كلمك احتياجات نادي لالي لأ هم عارفين بيعملوا بيشتغلوا بمنظومة كويسة وبشتغلوا صح انما انت تتجي تتكلم من نهاردة فرقة محترمة واقفة على رجلها بدنيا خلال تسانديا انت متحكم في الجيم اه في تدوير اللعب في حتى انتحاب اللعيبة اللعيبة بتدفع بشكل كويس ودي الميزة من مميزات نادي لالي السنة دي نادي لالي من اقوى يعني من اقوى خطوط الدفاع مستوى الخصم لأ النادي الاهلي دفاعيان وقف بشكل كويس الانتشار وقف بشكل كويس اللعيبة النهاردة في احسن حالتها كان حسين يعني حتى لما بنتكلم على التلت الهجومي التلتة لفوق عندهم اريحية ما من مين التلتة بتوع نص الملعب عاملين حالة محترمة يعني حتة طرق اللعبة بالاخص تختلف حتة ان انت بتلعب ستة وتمانيتين دي بتدي اريحية اول للتلت الهجومي على طول الزيادة العديدية جاي مش من الاطراف كمان جاي من الاتنين كان السلاءة وحمدي فاتح ولو السلاءة وحمدي فاتح ما زادوش طول الوقت طول الوقت اساسا هم بيفضل الطرفين منتجاي الزيادة دي منتجاي فوضية ما حدش شايفك فانت بتدي اريحية المين لحسين وحسين حتى النقل يعني الفترة الاخيرة بدأ يرجع حسين مش حد فعلا تنوع اللعب بدأ يتحس انه ده مرة البرة مرة الجوه بقى عنده اريحية وبقى عنده حتى الرؤية هو فعلا من افضل الناس تطلع الكرة من رجلية سليمة بيعرف وصل الكرة بشكل كويس اول لزميله لا فالنادي الهل من النهاردة مختلف تماما صح جرى العرف اول ما يتقلك اربعة ترائية تلاتة اول ما يتقلك ان فيه تلاتة في نص الملعب يبقى الطريقة دفاعية يبقى الشكل دفاعي بس الاهل باربعة تلاتة تلاتة بيبقى شكله هجومي وعنده كثافة هجومية كبيرة جدا في منطقة الجزاء ازاي ده بيحصل لان كده كده شغل الموديل الفني بيخلي لاما حمد فتح يكمل الهجمة هو فيه ثلاثيات يعني انت فيه هنا ناحية الشمال حمد فتحي معلول عبدالعادر الناحية التانية الثلية هاني حسين الشعاة فالثلاثيات ده يتمر تلاقي الثلية بيطلع وهاني يكمل وحسين الشعاة يخش من جوه اول اما المنطقة الليلية العامية دايما اللي محدش يشوفها العكسية اللي حمد فتحي بيكمل فيها كان دايما مستر مانو جزيلا ما كان بنيجي نعمل تاكتيك كان دايما بنعمل الجملة دي وحد دايما كان لاما شوقي لاما أنا كنا نقطع في الحتة دي ونروح عاملنا كده هو دلوقتي بدأت تتعامل الكرة دي بدأت تتعامل تاني في النادي الاعلي بس على طريق كلها الحتة اربعة تلاتة تلاتة لا انت اربعة تلاتة دي بتعمل كسفة عددية كبيرة لان الاثنين التمانيتين دايما لاما يكمل لاما يطلع يستلم من على الطرف لاما يكمل في التومنتاشر لاما يطلع من عمره ما كنا هي اربعة اتنين تلاتة واحد دي دي بيبقى الديفندرين دايما سبتين ورقة سبتين عشان يقدر يلمه من ناحية اليمينة او من ناحية الشمال صح فانت اللي هو بييبقى انت عارف حسن كمان انا شفت قبل كده احد الزملائي كبتان عبدالله كان مسور صورة في الورقة في ايد كورر يعني هو كورر بيكتب هو مسورها اه فكورر اصلا في الملعب بيكتب أربعة واحد أربعة واحد صح يعني هو كم كم صورة هي عجومياً أربعة واحد أربعة واحد وحتى دفاعياً انت لو جيت استهى هتلاه برضو دفاعياً أربعة واحد أربعة واحد فهو ستة ده سابق طول للوقت اللو هد يعني مزبوط ودي في نفس الوقت على فكرة دي من افضل الطرق في العالم دلوقتي. اي فرقة بتلعب على حتة الاستحواز. اه. وعايزة كسافة عددية. هجوميا وكسافة دفاعيا. هتلاقي الطرق دي مناسبة. هتلاقي الطرفين على طول نازلين. عبدالله خلي بالك التمانيتين لازم عندهم امكانية. ان يقدر يروح ويرجع. مش اي العيب. اصلي كريم قال ان كل الناس او ريال مدريد واولت امثلة يعني فرقة كبيرة. ان هما بيلعوا بيها. لأ ما انت ممكن فيه اه فرقة كتير ما عنداش التمانيتين ان هو يقدر ويروح ويرجع. بزبط ما احنا بنتكلم ايه? بزبط. هي كوالة اليابة في الاو في الاخر. عندك التمانيتين اللي يقدروا ينوعو لك في الشغل. وعندهم القدرة في الحتة الدفاعية والحتة الوجومية ان هما يقدروا يطلعوا ويرضع. وفي نفس الوقت يقدر يرجع ويدفع بشكل كويس هتنجحها. صح. دي كمان بتديك يعني في حتة مسلا الفرقة اللي هي بتلعب على حتة الاستحواز. امم. بتلعب بكام دا ايه في نص الملحة. بتلعب بخمسة. صح. غير كده وكده كمان بقى حتة الشبتات اللي بتحصل بين التمانيتين مع الهوف. امم. مع الفرد انه يصف. ايه محتاجة برضو كدرات بدنية كبيرة جدا. طبعا. وهديك دليل. انه الدليل هي محتاجة كدرات بدنية كبيرة جدا. الاهل لما دعم. دعم في المركز بتاع التمانية. دعم منوان اعطايا واحمد كندوسي. عشان هيبقى محتاجة يعمل كل شوية. بزرات. انا بقول لك دي من افضل الطرق في العالم دلوقتي. اهه. اربعة ثلاثة ثلاثة. وانت لو تيجي تقسع بقى وتشوفها. يا فعل انا اربعة واحد اربعة واحد. ام. هجومية انا ودفاعية. لانه هو ستة طول الوقت والمفروض. اه احنا لما بنيجي نتكلم. ستة ده مطلوب. في الحالة دفاعية شغلك عارضي. انت بدغطي بظهر الناس. اه كريم الضرب انا اول واحد بغطيه. صح. حتى في الحالة الهجومية هو برضو الراجل الخافي هو الحل. ام. ستة ده هو المبدع. مزبوط. يعني في لغة الكرة ستة ده العام للحلول. مزبوط. ده المفتاح اللي تيجي من هنا عشان تبدأ تدور اللعبة. ام. وهو طول الوقت وديانج فعلا شغال. وديانج ممكن يعلى كمان. ام. بريتم اللعب لان حتى النار ضح. حتة التحضير. كان فيها سنة بط شوية. لو فيه سرعة في الرتم. صورة اداف الباص. كممكن النادي الاهلي يجيب اكتر من ثلاثة اهداف كمان. صحية. صحية. والقيس على ذلك لو المزبوط بتاعت يانجي كمان خف شوية. هتلاقي النادي الاهليك طول الوقت بيوصل بشكل كبير. ممتاز. فيه سلاسي لقفتين نظري اوه عملوا دبس او عملوا عمق في تشكيلة النادي الاهلي. سلاسي كان غايب. طاهر محمد طاهر كان غايب للاصابة. بيرس تاو كان غايب للاصابة. كهرابا كان غايب بسبب ظروفه. التلاتة النهاردة نسله مع بعض. التلاتة عملوا حالة هجومية رائعة جدا للنادي الاهلي. وخلت النادي الاهلي بقى عنده اسسيين وعنده بودلاء رائعين جدا تحديدا. بيرس تاو وكهرابا رائعك في ادامهم. لا النهاردة ما هو ده اللي احنا قلنا من الاول الحالة. الراجل خلق حالة التنافس. خلى كل اللعبة ما عندهش اساسي واحتياطي. اللي هينزل ويزبط نفسه يلعب. حتى في التمرين. لو في ناس كتيرة يعني كريم فؤاد قبل الاصابة. هو لعب من ايه. لعب في التمرين والمطشاط الودية. ما كانش لعب لسه مطشاط رسمية. حتى مع المنتخب مصر لو تفتكر كريم فؤاد ما كانش لعب. صحيح. فهو لما رجع وقد في التمرين كويس. واثبط نفسه بقى رقم واحد عند الراجل. هي الراجل عامل حالة يعني عارف انت حالة تنفس رهيبة ما بين اللعب. اللي هيزبط نفسه ويموت نفسه هو اللي هيكون موجود. ودي حاجة كويسة. انت مش متخلي مش ما. يعني انا انا من الناس قلت طاهر لما هيرجع هيلعب. يعني انا قلت هيرجع يلعب. مسلا العب قادر لا ما احسن الشهادة. صح. لا الراجل يستمر على التشكيل النهائي. اللي بيقده اداء كويس. اللي هما انفنشين كويس. تعرف مين عاجبني هوا كابتن حسن بيرست هاو. بس يعني الاسابات تخفى عنه شوية بس. صحوا. ييجي ييجي ويبدع. بس هيل لمسيته. هو عنده مهارة وسرعة. نهاردة هيل جدا. والفينش بتاعه ممتاز. هو دوت هو دي مشكلته. لا مشكلته بيرست تاوي لو انت كان زي ما انت بتقول الفينش بتاعه كويس. كان كسب النادي القليب ماتش النهائي في بتوط افريقيا. بس دايما بيرست تاوي لما بيشارك بيسجل. مش هنحسب حسن على حالة مباراة. بالزبط. وضع طبيعي طبعا اقول لك على حاجة. ماتش الريال الاخير. اه. اه. مش يتدبح. طبعا ضيع كرة كرة فوز. كرتين. ده اكتر من كرة. مع العلم عمل شوط اولاني. حاجة هيلة جدا. الشوط التاني مش موجود وممكن يكون هو سبب ضيعاني تلاتة مباراة. ما في المال بس عبدالله. تتبع حالة مباراة. صح. وممكن الحالة دي يا كريم تستمر ايه? زي ما احنا بنكال مسلا حظا في الحالة ممكن تستغلها خمس دقائق. لو انت حالتك يفنيك وويسها في الخمس دقائق ده ممكن اسجل. صح. وممكن اقعد على الباقي على الخمس دقائق دي يا دول اه حالتي مش تمامة. اه. بس ممكن اطلع بالخمس دقائق دول اللي انا كسبها. مزبوط. ويس على ذلك في ماتشات كتير. صح. عن قيس مسلا مكرنة بريال مدريد في ماتش الستي. مم. وريال كسب الدقيقة كانت. في الاخر بقى اخر خمس دقائق. اه. وهي حالة مباراة. اه. توقيت. صح. توقيتك انت في الوقت ده انت فايق. بتعرف تخلص. اه. ودي الفرق الكبيرة. وزي ما بقول لك بيرس تاو. كوارية لعيب كويس جدا. بس هي حالة مباراة ما كانش موفق فيها. صحيح. انما يس على ذلك المطشات اللي هو. معلش يا عبدالله. الواحد مرة ان شوية قد كده معلش. انت تيجي تبص على اللعيب. الفنش بتاعه عمل ازاي? بيفنش ازاي? بيروح على الهجمة ازاي? لا هو عنده حاجات كتير انا اصاف. الموضوع الفنش ده بازاي? لان هو معدل التهديف بتاعه. ممكن. هنرجع نقول الحاجات دي نصيبة هنرجع بقى ايه نخبط مسلا او نتكلم على المدير الفني. ان ده دوره. صح. حتى تطوير اللعيب. صح. انا عندي كان محمد عبدالله عندي مشكلة في حاجة معينة. ده دور المدير الفني ان هو يجي. لازم يعدلي منها. ولازم اشتغل. طب اسألك سؤال. لما كان في الفرود المغرب اللي كان موجود. وليد ازارو. ازارو. كان بير راجل بيضيع جواك كتير. لما اشتغلوا عليه هو ده اللي انت بتقوله التطوير. طب. انا هتطور لعيب ازاي هو اصلا كل يومين بيتصاب لي. اه. انا هتطور لازاي لعيب ان انا كل ما يجي لعاب لي ما تشين تهاته بيتصاب. بس هو في المجمن بيرس توقع اكيد لعيب. لا لا كويس. محاكا. بس هو الفكرة انه انا عايز السؤال. انا عايز السؤال. اه. هو اي لعيب بيلبس الفلينة الحمر او الفلينة البيضة او بيروح يحترف. هو ده لعيب مش كويس. هو احنا لما نيجي نقول حسام حسن لما جيه النادي الاهلي ومشي ودلوقتي بيجيب في كل ما تشتغل جون واتنين. هو ده وتلعب وحش. مقدرش يتقلم مع الفرقة. مقدرش يتحمل الضغط اللي موجود بسبب الفلينة اللي هو لبسها. بس ده لو ما تقلمش. طبعا. مش كل مباراة وكل ما هينزل هنزل. حسام حسن قعد قديه في نادي الاهلي جاب جام جول. بس خلاص حسام حسن قصتاني بس بير ستاو نفسه هو لعب كبير اصلا. هنرجع تاني قصة حسام حسن. لو حسام حسن انا بقول هالك وعنصكه. لو كان في استمرارية لحسام. حسام كان يبهى الدف الفرقة. عشان في عناصر كتير. بس يوى الموضوع الموضوع ان انت قطت الاستمرارية. انا طول الوقت رجلي في الملعب اللي مش رجي في الملعب. طب انا باجي من بعيد. بتحسبني على كرة او كرتين. طبعا. المباراة. طبعا. نعم مش طبعا. نعم طبعا. انت لو انت مدير فني. لو انت مدير فني. وماسك فريق. وعندك ثلاثة فراودة. وعندك واحد آآ هداف وبس بعيد عن مستوى شوية. وفي واحد ممكن تديله خمس دهائي. وما بيداكش. هتلعبو? هتديدله تاني? سواني بس. اسألكش انا بسألك كم درب. عشان انا مدرك. اه. وعشان انا جربت مسلا حتة الظلم او ان انا اعدت او. لا 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 اسيبك من الظلم. لا. ده ما هلاء. ما انت لسه احنا بنتكلم الراجل ده كويس ليه? عشان حتة العدل. الرجل العدل دلوقتي ديه من اللعيبة. كيمو. انا عايز بس عبدالله يقولها. انت مسؤول عن تلاتين او خمسة وعشرين لعيب. وضع طبيعي. غير لما يكون مسؤول. لما يكون عندي ثقف كريم وعارف ان انا لو اديت من مرة في اتنين في تلاتة. بعد كده هلاقي المنتج اللي انا عايزه منه. بعد الاستمرارية. ايه كان. ايه كان. ايه كان. وعند شاري. بس انا انا اقول انه بيرس تاو عادة يعني. في كل مرة بيرجع من غياب بيبقى مؤثر مع نادي. جدا. سواء في التسجيل او في الاسستات. بالزبط. ده اللي بنيكالكي. بسرعة. يعني النهاردة بيرس تاو كابتال حسن بقاله فترة غايب. والكرة اللي جات له النهاردة اول كرة جات له. انا المطلوب مني انا كفرد او قهب. الناس اللي بتشتغل على الجوة. صح. يجيب يعمل. بس. صحيح. احنا لسه مكملين هزا الحوار الممتع جدا مع الكابتال الكبار كابتال حسن مصطفى كابتال محمد عبدالله بعد هزا الفاصل. نواصل ان شاء الله خليكم معنا. يا اعلم بحضراتكم مرة اخرى. طيب كابتال حسن عايز سألك على اتنين النهاردة ماخدوش حقوق كتير في التحليلات كلها يعني. محمد عبدالله ومحمود متولي. سنائية هيلة جدا على مستوى الدفاع وعلى مستوى الخروج بالكرة. الاتنين لعيبت كرة كمان. فالنهاردة تحس انه الاتنين كانوا بيخروجوا بالكرة بشكل سهلس جدا. لا لا هما خلي بالك وما اخدوش حقهم عشان ما فيش اجامات. يا كدش دي اجامات على النادي العلي. وبعدين هما بدأوا يطوروا من نفسهم. خلي بالك في بدايتهم برضو. كانوا بيطلعوا الكرة مش كويس. بالذات كان محمود متولي. كان برضو معدو الثقة في نفسه لانه كان بيقالوا فترة بعيدة عن الملاعب. وكان الان انه هو يغلط لانه كان فيه اوقات كتير او لما رامي كان بيلعب. بيعمل اخطاقة كتيرة. فلا النهاردة كل الهجمات اللي كانت على النادي العلي كورسات. فالخط كله يعني الاتنين اللي في القلب مظاهروش اوي لانه هما يعني ما جاتش عليه معجمات. بس كانوا بيطلعوا الكرة كويس. انا بيعجبني اللي هو مسلا حد من يعني السرد باك يطلع التالي بيغطي وراه. وسرعة عبد منعم كانت بيغطي ناعدة الشمال كتير او على معلول. لأ النهاردة النادي العلي اللاعبة كلها كانت فيقة. كل واحد كان عالف احسن حالاته. النهاردة. فعشان كده النادي العلي كسر. في واحدة ما يسعبه لك انت بقى. عايزة ارجع لي ده. عايزة ارجع لي. طيب يلا روح لي سؤالك. طيب محمود متولي كم بيلعب ايه الاول. نص ملعب. نص ملعب. نص ملعب اسألك سؤال بقى انا اسألك سؤال. اسألك سؤال انت. عشان نوسى اتفاق بس. ربنا يحمي بس الاول. انا اعطاك الكابتر الحاسد كان يقصد انه هو لعيب كورة كويس. بس كان لسه راجع من اصابة. نوسى كريم احاول لك بس حاجة. عايز بس اقول للمحمود عبد الله حاجة بس نقطة. اي لعيب بيبعد الملاعب ممكن يفقد ثقته في نفسه حتى لو هو كريستيان. كريستيان خطف نفسه وكان بعيد. عشان كده بيطلع. بس كده احنا كلنا متفاقين ان محمود متولي محمد عبد الله كوروتهم حلوة. تتفق? اه طبعا. كوروتهم حلوة. مفيش خلاف. انا عايز اخدك. في نقطة مهمة. مركزك بقى. محمد هاني. مش طبيعي في المستوى. محمد هاني. محيرنا. اللي كان خلاص كل الناس بتقول لازم يمشي من الاهل. محيرنا فعلا والله. عامل مستوى مبهر. محيرنا. غريب صح? اه مش موضوع غريب. لا غريب يعني اصد انه في لحظة انت كنت حسيت ان هو دخل في سابات عميق. فجأة بيرجع تاني هو محمد هاني بتاع زمان. مخراس انت انت جبت الظندر لعبت بكراية. اه. اكرم. صح. اه جبت كريم بتلعبه. صح. رحت جبت صفقة خالد كمان ايا كان. عشان في اتنين اصابات ولا حاجة. صح. واللي هو فيه ده. مم. يحسب له. ان انا رجعت ومسكت في مكاني وشبطت فيه تاني. مم. بأدائي. مم. يبقى من تمرينه. مم. واللي فات هو اللي تحيصب عليه. هو اللي يشيله. طبعا. طبعا. انما اللي انا عايزة يعني بنصحه. بقوله له. حافظ على ده بقى. مم. ماينفعش انا ابقى لعيب في نادي الاهلي. وبحجم نادي الاهلي. ويبقى مستوى كل شوية طالع نازل. لا. يبقى انت عندك المشكلة. اللي يخليك توصل للفورمة دي. وان انت تبدع وتبقى بالشكل ده. خلال مش النهار ده بس. ده خلال على الاقل تلات اربعة مرويوات. صحيح. لا يبقى لعيب عندك انت. يبقى انت بقى مقصر في شغلك في تمرينك. اه ممكن تعليمات ما عدم تركيز. لا يبقى دي ترجع لك. وبعدين انت عندك نقطة مهمة جدا. انت مكانك انت اكتر لعب في مصر. مكانه محفوظ في المنتخب مع محمد صلح. بالظبط كده. يعني عشان ما فيش ظهير اي يعني ما فيش اسماء كبيرة. ما فيش. انت لو سبت بس على المستوى دوت تحفظت مكانك. يلعب عيحط رجل على رجل. صح? وهو حط رجل على رجل ما انت مباشي في بكات رايب. بالظبط كده. ما فيش. فكان دايما بقعد اتحصى لقول يا ابنين هو انت انت عندك فرصة زعبية. بالظبط كده. انت وانت بتلعب انت انت بتلعب كان فيه خمسة بيلعبه بك رايد. خمسة جامدين. ده في في نادي الاهلي. اه. اه. اتلاقي في نادي الاسماعيلي. اه. اه. اعطيها في نادي الزمالك. صح. وفي امبي ومش عارف. لا. صح. وحمد محمدي كان محترك. محمدي. لا. يعني لو قسنا على ذلك ايامنا احنا ما بنلعب. لا كان بادل البك رايد. خمسة ستة وحدس ولا حرج. صح. وبيادل للباك ليفت 3 ا4. عايز اخش معكم في حوار. يا. يا. انتم تابعين محمد هاني كويس. اه. محمد هاني في كاس علم للاندية. معلومة صغيرة. معلومة صغيرة. معلومة صغيرة بس. معلش. محمد هاني في كاس علم للاندية. كان كل الناس بتتكلم عليه. قال لك باير مينيخ جيله. مش عارفة مين جيله. لولا الاصابة. عشان بس اديك حاجة بس. لولا اصابت محمد هاني. فالراجل دور على واحد تاني. اكرم توفيه. لما لقى اكرم رجع. وادى اداء كويس. فخلاص مش هيقدر يجيب واحد من الاصابة. ما قلناش موضوع اصابة وهو. اي دي بقى النقطة اللي ارجع لك. لما انت قلت لي محمد هاني. لما رجع من الاصابة. ما قدرش يخش في رتم اللعيبة. فقط من ثقته ونفسيته. فقط حاجات كتيرة جدا. هي هو ده اللي بقول لك زي محمود متولي فقط. محمد هاني بيلعب بقى له كم سنة. بيلعب كتير. بس. انا بقى له كم سنة بيلعب. بس انت بتقول. هنا لون بقى على حاجة. ايه. لو اللعب معنده الشخصية قوي. بسرعة. يبع عنده مشكلة. ده كهرباء. كهرباء بقى له كم. كرين. خلينا بس اتكلم. انا لما يجي. انا دلوقتي تصبت. ولعيب يرجع. لعيب يلعب مكانك ويقدي وقدي على اداء عالي. انت ممكن يجي المدرب يلعبك ماتش او اتنين. يعني انت عايز تقولي ان انا فرمية بدانية وفنيا بعد ما رجعت من اصابة. ايو خد اصابة. انت عرف محمد هاني بعد الاصابة اللي جا طلعت فيها دي. عدفة شهرية. مم. لما رجع. اقرم. شهرين مش مدة اقرم. انا مش جاي من صليبي ان انا جاي من سنة او ست اشهر. واحد تاني لاعب. لا 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 كده. وادى اداء وكان احسن مكان راي. اموما اموان ان كان نص ملعب نادي الالي في الفترة دي. ما كانش كويس وبقوة بقوة الفترة الحالية. اه. اللي خلينا وعنده كميات جارية عالية. وبيعرفت او شراسة. كانش بيلعب اساس انا بتكلم على اكرم. اه. ما كانش بيلعب اساسي اكرم. اه. يعني انا بقولك كنت انا استفدت منه في نص الملعب لو انت في الفترة دي يا محمد هاني كنت كويس. كنت لعب. انا انا بقولك هي المشكلة عنده هو. الاصابة. الاصابة حسن. الموضوع بسيط. اه. لازم تلعب في نص الملعب. اه. ما هيب اساسي. اه. وحصلت لك اصابة. اه. فجاب اه. اه. ما انا اهمش معكم حبث. جي المدرد جاب عبدالله. وقال له هتلعب نص الملعب. لحد ما حسن هيش. تمام. تمام. هل من المفترض لما انت ترجع عبدالله يفضل احسن منك. بالظبط. افرد ادى. افرد ادى. افرد نص ملعب. اقرم في جونة. كان بلعب بكريت. معلش انا ما باجي اتكلم على اي لعبة بعرف هو راح فين لعب فين هنا. تمام. ولاعب هنا فين? ولاعب هنا فين? ولاعب هنا فين? والاوقات بتاعته لعبة دي. ولعب مقصر الدي. بس اقرم في جونة ما كانتش بلعب كتير بكريت. لعب بكريت. لزبط ده. كان اقرم في نص الملعب. كان بعض المقصرات في البكريت. لا. انت انت كمدير فني. انا مش بقولك انه ما بالباكرايت؟ هاي بقى مبدع ولا مؤدي؟ مؤدي. بس. بس سفر ده انا ادائي. انا باكلمك. مش لاقي مكان. ان انا لما اجيب اكرم في مكانه اللي هو نص. طب انا عايزة استخدام اكرم دلوقتي ابدع ولا ولا مؤدي? انا بالنسبة لي في حادة الباكرايت لا بيقديها. مم. بيقدي بشكل كويس. راجل عنده شراسة. على فكرة. على فكرة. اكرم عنده واحد ضد واحد. على فكرة. على فكرة. هو هو عنده حيث نقف جزء ايه اكرم? ادى في المكان ده بشكل رائع. اه بشكل رائع. اه انا مؤدي. بس مهارات بقى الباكرايت. طب انا سألتك سؤال دلوقتي اه محمد عبدالله. اه. لو انت عندك دلوقتي اكرم. ومحمد هاني هتلاعب من ايه? في الحالة. في الحالة. في احسن حالاته. في احسن حالاته. في احسن حالاته. في احسن حالاتهم من اتنين. اه. مبدع في مكانه. وراجب حافظ مكانه. ويعرف يشتغل. عشان ما اجي اقول لك يا كريم. انت اخطأت في دي. ما تقوليش والله يا كابس ده مش مكاني. اصلا انا بقى لعبه. يعني بقى ادي لحد ما الراجل ده. لأ. عشان اعرف حزبك. لأ في الاخر هو في الاخر اراء وكل واحد. طبعا. انا عايز بس عشان فضلي دقيقة. الاهلي قدام السياتل. يعمل اي تغييرها في التشكيل? لا لا. نفس التشكيل. نفس التشكيل. نفس التشكيل. اه يعني ان اللعبة مقدين اداء كويس. وكلهم. فاحسن حالاتهم. سبات تشكيل لان برضو النهاردة انت بتكلم على الاقل خمس تغييرات وخمس تغييرات في محلهم. اه هيدولوا اريحية للمباراة اللي جاية. اه. تتكلم في التلت الوجوم يكونوا طلع. شيلت التمانيتين اللي هما فعلا يعني محتاجين ان هما يرتاحوا بشكل كويس عشان يبدوا المباراة اللي جاية. انا شايف لازم سبات التشكيل. سبات التشكيل ده ضروري 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 ضروري. صحيح. احنا من التوفيق. ان شاء الله انا الباب يكتل. يا رب. يا رب شرفت النهاردة كابتل محمد. شكرا شكرا جزيلا كابتل حسن نوارت الدنيا كالعيد. حبيب يا رب. حبيب. ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10. مليون مبروك للنادي الاهلي. ده بداية المشوار والمشوار لسه فيه شوية مطبط صعبة. نادي الاهلي يقدر يعديها ان شاء الله يعديها باداء اللاعبين الراعي زي النهاردة باداء وشغل فني محترم من مرسل كرة والجهاز والمعاون يقدر ان شاء الله يعديها. شوفكم يا رب على البخير.